اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل وعجل بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمره وحلو العقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على اللبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هم النور نهر الله جل جلاله هم التين والزيتون والشفع والوتر ولولا هم لم يخلق الله آدما ولا كان زيد في الوجود ولا عمر ولا سطحت أرض ولا رفعت سماء ولا طلعت شمس ولا أشرق البدو ولولا هم نار الخليل لما غدت سلاما وبردان وانطفى ذلك الجمر قال الله تعالى في محكم كتابه ومني في خطابه بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل علي ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا آمن لها بالله صدق الله العلي العظيم تعجيلا لفرج المولى المفدى المهدي المضفر والهاد المنتظر الغاب عن معينة الأنظار والحاضر في قلوب الأخيار قطب عالم الإمكان صاحب العصر والزمان وشمولنا هذه الساعة بخفية ألطافه ومزيد عناياته عطلوا مجلسكم هذا بذكر صلاة على محمد وآل محمد على محبة الزهراء لا بأس بالثانية على محبة الحسن والحسين الثالثة يرحمكم الله هذه آيات ذكرت في سورة الإسراء ثلاث آيات وفيها خمس نقاط محورية وراح أربط موضوعنا إن شاء الله بما نحن فيه من قضية الغدير لكن من باب فائدة قرآنية نتطرق إلى هذه الآيات الكريمة ألا وهي الآيات ثلاثة عش أربوة عش وخمستعش من سورة الإسراء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه هذه تدعى بأصل الإرادة والاختيار وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه هناك ظاهرة كانت وما زالت موجودة عند بعض المجتمعات ألا وهي ظاهرة التطير كان الشخص في الجاهلية إذا أصبح وإذا أراد الخروج من داره يأخذ بالطير ويجعله يحلق في الهواء فإذا حلق الطير إلى الجانب الأيمن تفاعله بذلك اليوم يقول هذا خوش وإذا حلق إلى الجانب الأيسر تشائم بذلك اليوم يقول هذا مو خوش يوم وتارة يلغي مشاويره ما يكمل بعد أصلا ذاك اليوم ما يروح على شغل يقعدوا ببيته يتشائم بذلك اليوم هذا يسمونه التطير القرآن الكريم يقف حيلولة دون هذه الثقافة يقول احنا ما عندنا تطير في الإسلام أنت بنفسك عليك أن تكده وتجتهد وتكتب لنفسك خير ما يكتبه خير عباد الله الصالحي لذلك نحن الليالي القدر نحييها بالسهر عبادة إنابة خشوع خنوع ابتهال مناجاة ليش؟ لأن ليلة القضاء والإبرام والإمضاء أنا أطلب من الله أن يكتب لي خير ما يكتبه لخير عباده أما بسعي بجهودي المبذولة فتشوف البعض يتشاعم هذه تشنتي من يوم أي تقبيتنا احنا ما شوفنا خير ما كوش هذه كلام من يوم هذه أجت أفلان مات هذا قضاء الله الله كاتب له أفلان يوم أفلان ساعة ياخذ أمانته هذا ما ألا دخل بهذه الفتاة التي دخلت في دارك أو في دار ابنك والعكس بالعكس البعض يتشاعم مثلا هذا نسيبنا ما يشوم من يوم أجه مثلا فلان طلع مكسور ماليا فلان مكان شوفنا فلان مشكلة وقعنا في مثل هذه الأزمة أو تلك يقول هذا التفكر تفكر خاطئ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه هو لازم يتصرف هو لازم ياخذ قرار صحيح في حياته وإذا طرأ في حياته شيء لا يعجبه يفوض أمره إلى الله التفاؤل جيد هذه من يوم أجهت شوفنا الخير والبركة والرحمة هذا زين فلان من يوم دخل في حياتنا كل خير وبركة هذا زين أما العكس لا أنه من يوم أجه احنا شوفنا شر وكل إنسان نلزمناه طائره في عنقه قلنا هذا يسمون ظاهرة التطير والأصل احنا نسميه أصل الإرادة والاختيار أم استكلمنا بالتبصيل عن الفرق القدرية والجبرية وما نحن فيه من الآن بين الأمرين لا جبر ولا تفويض فيقول أنت أخذ قرارك في حياتك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ألزمناه طائره في عنقه هذا كمثال يعني يقول أفلان شفت هذا مت حصل على مثلا هذا المقام هذا المنصب هذا المال هذه السيارة الفارهة يقول يوم أنت كنت كسلان وهذا كان يتعب نفسه هو ترك الخمول والفتور وكان يأتي وكان يأتي بالسعي والجهد للوصول إلى غايته وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه هذا واحد أصل الإرادة أنت لازم تخيده بنفسك أصل الإرادة والاختيار ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا هنا العلماء في تفسير هذه الآية يقولون ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم ما عليك حسيبة لعل هذه تكون من خلال مشاهدة كما يبث بعض الأفلام أو بعض المسلسلات أو بعض المشاهد يفرضوا على الهواء يقول يوم القيامة هو راح يشوف مثل مثلا ما أنا الحين قعد أتكلم في موضوع وبعدين جنابك عندك استفسار في نفس الموضوع أنا أقول فلان شيء أنا ما أتطرقت إليه ما قلته يقول شيخنا مسجل موجود مثبت فشوفوا البعض يشبه كتابك يوم القيامة يقول مثل ما أنت تشوف كما يبث على الهواء بعد ما يقدر ينكره ما يقدر يقول لا أنا ما كنت أنا ما سويت اقرأ كتابك أشبه بأستاذ يستدعي طالبه يقول أنت شنو تقيم نفسك من قبل ما أنا أعطيك الورقة الامتحانية أعطيك درجتك أنت شنو راح تقيم نفسك باعتقادك راح تنجح ولا ترسب أحسن من ينقض نفسه هو الإنسان بنفسه ثق واعتقد أحسن من ينقض نفسه هو الإنسان بنفسه في يوم القيامة الله يقول إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة أنت شنو تشوف أنت شنو تقيم نفسك هل قدمت خيرا وصلاحا في حياتك أم لا سمح الله شرا وسيئة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة هذا ما يدعى بأصل المحاسبة أصل المحاسبة عدي ابن حاتم الطائي عدي ابن حاتم الطائي وفي بعض الروايات أنا شفت هذا الكلام ينسب إلى ضرار ابن ضمرة كلامنا شتى والحسن واحد كلاهما من حواري أمير المؤمنين عدي ابن حاتم الطائي هذا عند أولاد ثلاثة طريف طارف طرف لذول قتلوا بصفين بين يدي أمير المؤمنين بعدين ذاك يحرق قل تعال أين الطرفات وين أولادك يعني طريفا وطارفا وطرفا أولادك الثلاثة وين قل قتلوا بصفين بين يدي علي ابن أبي طالب قل ما أنصفك ابن أبي طالب إذ قتل بنوك وبقي بنو أولاد الحسن والحسين ما زال موجودين وبعدين أولادك قتلوا ما أنصفك ابن أبي طالب إذ قتل بنوك وبقي بنوه لكن هذه المواساة هذه المحبة هذا التفاني والتفادي في أمير المؤمنين فهنا لعندنا في أحوالات هذا واحد ثاني يدعى عامر ابن الحمق الخزاعي يخاطب ذات يوما أمير المؤمنين يقول والله لو كلفت بنقل الجبال الرواسي والله لو كلفت بنقل الجبال الرواسي ونزح البحور ونزح البحور الطوامي على أن أدفع عنك وعن هؤلاء الفتية الظلم والله ما أديت كل الذي منك عليه لو كلفت بنقل الجبال الرواسي ونزح البحور الطوامي المؤمن دائما يرى نفسه مقصرا إذا حجت زمانه دائما يرى نفسه مقصرا إذا ولي زمانه فإهنا شنو فإهنا أمقدم أولاد ثلاثة يسأل يقول ترى ليش أولادك قتلوا يقول بالعكس ما أنصفته أنا إذ قتل وبقيت إمامي قتل أنا لازلت حي أرزق ما أنصفته أنا إذ قتله وبقيت قل أشوفك أنت متفاني في محبة إمام زمانك قل بلي قل إن كان كذلك صفلي علي قل من هو علي قل إلا أن تعفيني قل صفلي علي فانبرى قائلا كان والله بعيد المدى شديد القواه يقول عدلا ويحكم فصلا يقول عدلا ويحكم فصلا يتفجر العلم من جوانبه والحكمة من نواحيه يقلب نفسه إذا خلا شوفوا هنا أصل المحاسبة يحاسب نفسه إذا خلا يقلب كفه على ما مضاه اقرأ كتابك يحاسب نفسه إذا خلا يقلب كفه على ما مضاه يستأنس بالليل ووحشته يخاف من الدنيا وزهرتها كان فيناك أحدنا يجيبنا إذا سألنا ويدنينا إذا أتينا تواضح يدنينا إذا أتينا ونحن مع قربه منا وتقريبه لنا لا نرفع أعيننا إليه لهيبته ووقاره يعظم أهل الدين يتحبب إلى المساكين فإن تبسم فعن اللؤلؤ المنظوم والله لقد رأيته ليلة وقد أرخى الليل سرباله وغارت السماء نجومه وهو يتملم التملم للسليم هذه أبيات وكلمات يعني كلمات قالها وأشبه من نثر مسجع لعدي ابن حاتم الطائي أنا أقراها سردا لأننا نحن في ذكرى بالتالي أعياد الغدير الأغر كلام عدي ابن حاتم الطائي في أمير المؤمنين كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول عدلا ويحكم فصلا يتجنب العلم من نواحي والحكمة من جوانب كان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألنا ويدنينا إذا أتينا ونحن مع تقريبه لنا وقربه من لا لا نرفع أعيننا إلى لهيبته ووقاره يعظم أهل الدين يتحبب إلى المساكين فإن تبس ما فعن اللؤلؤ المنظوم كأن الآن أسمعه خرج ذات ليلة وأرخى الليل سربالة وغارة نجوم وهو يتملم التملم للسليم ويبكي بكاء الحزين وهو يقول آه آه يا دنيا إلي تعرفتي أم إلي يا أقبلتي غري غيري لا حان حينك لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك ثم قال فكيف صبرك قال كصبري أم ذبح ولدها في حجرها لا ترقى دمعتها ولا تسكن عبرتها قال وكيف ذكرك له شلون تذكر إمامك قال وهل يتركن الدار أن أنساه يصير لحظة ساعة زمان أنا أنسي إمام زماني بالله عليك سيد الكريم مولاي العزيز هاي جيبها طبقها في حياتك الفردية الأسرية الاجتماعية الزوجية فلننظر إلى مدى تعاملنا مع أسرتنا مع ابني مع بنتي مع زوجتي مع أمي مع أبي مع من ينتمي إلي بصلة فالأربط قلبي بحجة زماني كما ورد في التوقيع الشريف ولو أن أشياعنا وفقهم الله تعالى على اجتماع من القلوب لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا فما يؤخرهم عنا إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم إذا الإنسان يمشي على جادة الصواب يجعل إمام زمانه نصب عينيه هذا عدي ابن حاتم الطا يقول كأن الآن أسمعه هو أمام عيني كأن الآن أسمعه وهكذا حال المنتظر الحقيقي كما يقول الإمام الرضا لما يخاطب دعبل في قصيدته التائية المشهورة حيث يخاطب الإمام الرضا ويتطرق إلى ذكر مولانا المفدى الإمام المهدي من آل محمد الأبيات المشهورة التي من ضمنها أفاطم الأوخلت الحسين يتطرق إلى ذكر الإمام المهدي خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات يميز فينا كل حق وباطل يميز فينا كل حق وباطل ويحكم فينا على النعماء والنقمات يميز فينا كل حق وباطل بعدين الإمام الرضا قال لي أتعرف من هذا؟ قال لي سمعت أن هناك إماما يخرج في آخر الزمان يملأ الآرض قصطا وعدلا كما ملأ الظلما وجورا فقال له الإمام الرضا فإنه هو من ولدي وإنه المطاع في ظهوره المنتظر في غيبته المنتظر في غيبته الانتظار الحقيقي الانتظار الحقيقي يتطلب مؤهلات يتطلب مقدمات مثل ما قلنا إذا مثلا هؤلاء تجعلهم نصب العين مثل ما ذكرناه هذا عدي بن حاتم الطا يقول كأن الآن أسمعه هو أمام عين لما أتصرف بتصرف أتصرف أتعامل أتواصل أتباذل مع الآخرين أشوف هل هو برضا من إمام زماني أو ما يندى به جبينه خجلا واستحياء فيقول شنو وكل إنسان خلنا نرجع للآية الشريفة هذا ذكرناه توضيحا للآية واستطرادا للباب حيث نحن في ذكرى أيام أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين من بايع البيعتين وهاجر الهجرتين ومن لم يشرك بالله طرفة عين وارث المشعرين أبو الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه هذا قلنا شنو أصل الإرادة والاختيار ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بعدين يقول شنو من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها هذا يسمونها أصل من اهتدى أصل الهداية والضلال تقدر تربط هذه بالفقرة الأولى أصل الهداية والضلال من اهتدى فإنما يهتدي عليها ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزروا وازرة وزر أخرى هذا يسمونها أصل المسؤولية كل واحد يجب أن يتحمل عيب ما يقوله عيب ما يفعله ولا تزروا وازرة وزر أخرى هذا يسمونها أصل المسؤولية مو كل شيء يعني أدبه برقبة الآخرين هذا قال وشذي صار مو سوچي سوچ ذاك وصيوچ هذه وصيوچ تلك لا مو كل مو التقصير كل على الآخرين سوچ هذا وهذه وتلك وذلك لا ولا تزروا وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا يسمونها أصل البراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني أطلب البراء للآخرين إذا تشوف بالتالي زايد ناقصة يقدم إليك الاعتدار والامتنان والعرفان اقبله منه وما كنا معذبين الله أرحم الراحمين حتى نبعث رسولا أنت بعتها اربط نفسك برحمة الله جل وعلا هذا بعد مشهور ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء إذا أتدقق في العبارة ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء من في الأرض يعني ترحم الإنسان وترحم من حواليك ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء يقول شنو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إن شاء الله أرجع وأختم كلامي بالآيات التي صدرت بها المجلس مع ذلك التوضيح الذي أسلفنا ذكره أقرأها ترتيلا وبها ختام الميسك وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر رازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لكن أكو ملاحظة في سورة ابن ناحل الآية خمسة وعشرين هناك أكو آية تكملة وتوضيحا لهذه الآية الشريفة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون بغير علم ألا ساء ما يزرون البعض يقول ولا تزروا وازرة لا إذا واحد سنة سنة سيئة عندنا في بعض الروايات بالتالي إذا خرج الإمام المهدي ينتقم ينتقم من بعض أولاد قتلت الحسين مو كلهم بعضهم بعدين سؤل الإمام الصادق ما ذنب هؤلاء الإمام الصادق قال لأنهم رضوا بما فعل آباؤهم مثل ما عندنا في الآية الشريفة فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم في قضية ناقة صالح أيضا سؤال الإمام الصادق أليس عقرها شخص واحد فقال الإمام الصادق عمهم الله بالعذاب لأنهم عموه بالرضى كلهم رضوا لذلك القرآن يقول فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم إذا واحد سنة سنة سيئة هذا الوزر وهذا البلاء وهذا العيب يكون على عاتقه ما دام من يعمل بتلك السنة السيئة والعكس إذا عمل أحد بسنة حسنة فيكون الأجر والثواب لمؤسسها فما بالك بمن ظلم أسرة أهل البيت عليهم السلام بمن ظلم آل محمد عليهم السلام شردهم ذبحهم قتلهم لذول شنون ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة هذا ماكو ولا تزير وازره هذا الوز يتحمله إلى يوم القيامة لأنه سنة سنة سيئة وما بالك بمن قتل الحسين بكربلا وسبى نساء آجركم الله الحسين قتل لكن سبيت نساؤه من بلد إلى بلد هذا وزر عظيم من سبي عيالات الحسين آجركم الله وما بالك بمن قطع يمين العباس وشمال العباس نحن في أيام الغدير الأغر لكن ترى هذا عباس بعد ابن أمير المؤمنين هذا عباس ابن علي ابن أبي طالب هذا له جاه وجيه مقام عظيم حضوة مرموقة كرامات جزيلة فيوضات جليلة مكارم زاخرة مناقب فاخرة لدى الله جل وعلا لأنه عارف بحجة زمانه ذكرنا قضية عدي ابن حاتم الطائي والمثل الأعلى في التضحية هو العباس ابن علي ابن أبي طالب ويكفيه فخرا وفضلا لم ينادل حسين عليه السلام قط بالأخوة دائما ينادي يا أبا عبد الله يا سيدي يا مولاي خلن نوجه أولا سلامنا إلى غريب كربلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام علي وعلى علي وعلى وعلى أولاد وعلى أصحاء بعد هيئ قلبك السلام وعلى وعلى علي ابن وعلى أولاد وعلى أصحاب وعلى أخيه قمر العشيرة وأخته العقيلة نعم العباس لم ينادي بالأخوة إلا حين أعطى الأخوة حقها يقولون يوم وقع أبو فاض لا يبنى ولا يسر يسمع صوت مرشد قل راسك من جسم نص صين جسمك لي شعل غبر عن أمك يبعد أمك وين اليمن واليس ما اسمع راسك من جسم نص صين جسمك ليش على الغبر عن أمك يبعد أمك وين اليمن أمك والي يقل أمك البنين التي أكيد أنت أمك 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 البنين ليس لا يقل أمك البنين التي تقل فاطمة الزهر يقل لا اطمي على الراس يم يا زهراء العاد اللطم يصير على الصدور الوش تلط مين على راسي يقل لا اطمي على الراس تقل ضلوع ملك يقل مدمع احمر اعذروني تقل بسبة الصطرين المنادي وفض ايوه سيدتا ايوه مظلومتا ايوه يقل هلاط مش على الراس تقل اضلوع من كس يقل هماد معي شحمار تقل بسبة الصطر يقل هاوان اخوي حسين تقل ملكسر ظهراء يقل هاوان هسكين تقل اهناك منتظر الله تقل لاشن هي نومتك وحنا نسبينا تقل لاشن هي نومتك وحنا نسبينا وعدوانك يا عم الطوف بينا هي نومتك وعدوانك يا عم الطوف بينا طوف بينا ترى ذا لو عزيزتكم ولي عندك يا ابو فاضل يا خوي هذا الطور انا دائما اجيبه في هذه الحسينية العامرة هذا طورك بعد انا وياك راح نقره ويا العباس ها ابلسان حال زينب علدك يا ابو فاضل يا خوي اشتجي حالي حرمى بلاوى والشمر يبرد وليحدل الناقز جور منو عباس يا عيو لك لك عباس يا عيو ترضى يذل وللشام يهدو ترضى الفواطم يا نفل ترفج غرب ويتروح واعلن يا قيت نوح وانت تظى الماطر وحوية عرمو حرا سكتش البدور عباس يا عيو ترضى ترضى يذلو والشام يهدو جابوا ويسبون 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 من كتر الكتور عباس 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 وانا وانا عباس يا عيو ترضى 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 يذلو وللشام يهدو ترضى الفواطم يا نفل ترفج غرب ويتروح وعلى النيا قيت نوح ولتتظى الماطر خوية عرمو حرا سكتش البدور عباس يا عيو ترضى يذلو وللشام يهدوني الشام الشام عاني وياك ها آخر وانا للشام لطب الضعن والناس جت لي ليلة تتفرج علي ليلة واحنا يواليين امشا عتيف بين اهل الغدور عباس يا عيو ترضى يذلو وللشام يهدوني مردن ليل مجلس نطوب ويزيد عايا وتشمت بذل وعلك يسألني وان أخوتش وانا العباس وانا الحسين وعلك يسأل شنه يبول فاضل عذور عباس يا عيو ترضى يذلو وللشام يهدون بعد آخر مرة لكن هاي الاكويزيان ابها عباس يا ترضى يذلو لي ترضى يذلو وللشام وللشام يهدون يخو يبيا وجه طبت المدينة شقولا لليقول حسين وانا شقولا لليناشد ديم للأس الله عليك صيح زين لمن أوصل لإسمه شقولا لليناشد لي من الناس أخو احسين ونو أقول احسين ضل جث وعباس البطل قطعه يمين ايان عيان انجئت طيبة مقبلة فعرّج على مكسورة الظلع معولة وحدث بما مض الفود مفصلا أفاطم لو خلت الحسين أفاطم لو خلت الحسين وقد ما تعط شان نبش من الوالد المكسور ضلعي ونجا ونجا يلح سيد انا فاطم وانشد يهل ما شفت جسد واقع بل الهنا بحق الحسين الهنا بحق العباس الهنا بحق هذه الليلة الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا بعد مرة أما لتعجيل الفرج لشفاء المرضى أما يجيب الله الرحمن الرحيم اللهم عجل لوليك الفرج اللهم يشفي مرضانا لا سيما المنظورين منهم يا الله اللهم اجعل رسالتنا محمدية شجاعتنا حيدرية عفاف نسائنا فاطمية صبرنا زينبية غيرتنا عباسية سخاءنا حسنية أباءنا حسينية عبادتنا سجادية شريعتنا باقرية مذهبنا جعفرية كغمنا كاظمية رضانا رضوية تقوانا تقوية نقى قلوبنا نقوية نظرتنا إلى الحياة عسكرية غايتنا مهدوية يا الله إلى رواح المؤمنين والمؤمنات أخوتي أخواتي المستمعين المستمعات الباكين الباكيات المشاركين المشاركات شيعة أمير المؤمنين من ليس له ذاكر يذكره رحم الله من يقرأ الفاتحة مشفوعة بصلاة على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر